بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح من فوزان الفوزان حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم دروس من رمضان الدرس العشرون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين المختص به شهر رمضان من الفضائل العظيمة أن فيه ليلة خير من ألف شهر وهي ليلة القدر وهي في رمضان لكن لم تتعين في ليلة محددة أخفاها الله سبحانه وتعالى من أجل أن اجتهد المسلم في كل ليالي شهر رمضان لأنه لو حددت بليلة معينة اقتصر بعض الناس عليها وترك بقية الليالي فمن حكمة الله أنه أخفاها من أجل أن اجتهد المسلم في كل ليالي الشهر ليحوز على الفضيلتين فضيلة ليالي الشهر وفضيلة ليلة القدر فهذا من حكمة الله كما أخفى الساعة التي في يوم الجمعة لأجل أن اجتهد المسلم في كل اليوم ليكتب له زيادة الأجر على فضيلة تلك الساعة فهذه أمور يجب على المسلم أن يتحراها وأن يجتهد فيها ولا يقتصر على ليلة معينة لأن ليلة القدر خفية تحتمل في كل الليالي وإن كانت في العشر الأواخر أرجح وفي ليلة السبع وعشرين آكد ولكن هذا لا يمنع أن تكون ليلة القدر في غير تلك الليلة فالله أخفاها لحكمة عظيمة فعال المسلم أن يجتهد في كل ليالي شهر رمضان حتى يكون قد نال أجر ليالي رمضان وأجر ليلة القدر ويكون ذلك خيرا إلى خير فهذه الليلة ليلة عظيمة ليلة خير من ألف شهر يعني تقدر بثلاث ثمانين سنة وزيادة أشهر في العبادة وهذا خير عظيم وهي في شهر رمضان بلا شك لا تخرج عنه وهي ليلة ذات قدر عند الله وقيل سميت ليلة القدر لأنها تقدر فيها تقدر فيها الآجال والأمور التي تجري في السنة تقدير الحولي هذا هذا يسمى التقدير الحولي وهو مأخوذ من القدر العام المكتوب في اللوح المحفوظ وقيل سميت ليلة القدر لأن لها قدراً ومكانة عند الله سبحانه وتعالى على كل حال هي ليلة عظيمة نوها الله بشأنها بقوله وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر وهذا فضل عظيم لمن وفقه الله في هذه الليلة ولكن الله أخفاها في ليالي الشهر من أجل أن يجتهد المسلم في كل الشهر ليحوز على الفضيلتين فضيلة ليالي الشهر وفضيلة ليلة القدر وهذا فضل عظيم عظيم لمن وفقه الله سبحانه وتعالى فعلى المسلم أن يحمد الله وأن يسكره وأن يسأل الله يوفقه لإدراك هذا الشهر واستغلاله في العبادة وإدراك ليلة القدر تلك الليلة العظيمة التي نوها الله بها في كتابه الكريم والله أنزل القرآن في ليلة القدر بمعنى أنه ابتدأ نزول القرآن في هذه الليلة ثم تتابع على الرسول صلى الله عليه وسلم إلى أن توفاه الله في 23 سنة ينزل منجما بحسب الحوادث والوقائع وقيل إن الله أنزله جملة إلى البيت المعمور في السماء الدنيا ثم نزل مفرقا على الرسول صلى الله عليه وسلم على كل حال هذه الليلة ليلة عظيمة نوها الله بشأنها وإذا أدركها المسلم فإنه يكون قد أدرك هذا الفضل وهو خير من ألف شهر فعلى المسلم أن يجتهد في رمضان في كله ليحوز على هذا الفضل العظيم والثواب الجزيل والموفق من وفقه الله والمحروم من حرمه الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنها فضاء العظيمة في هذا الشهر الكريم يجب على المسلم أن يسأل الله أن يمكنه من هذا الشهر وأن يعينه على استغلاله في الخير والعبادة ويسأل الله أن يتقبل منه ما عمله وأن يوفقه للإخلاص إخلاص النية لله عز وجل فهو شهر عبادات متنوعة شهر كريم شهر العبادات شهر الصبر شهر الصيام شهر إطعام الطعام شهر تلاوة القرآن شهر فيه ليلة خير من ألف شهر شهر غرة في جبين السنة خصه الله سبحانه وتعالى بأن جعل صيامه ركنا من أركان الإسلام هذا فضل عظيم لهذا الشهر الكريم يتطلع المسلم إلى إدراك هذا الشهر ويسأل الله أن يعينه فيه على استغلاله فيما هويئ له من الخير لأن بعض الناس لا يقيم وزنا لشهر رمضان إنما يعتبرون شهر رمضان شهر الأكل والشرب والشرح وتنويع المآكل والمشارب وموائد الإفطار والسحور ويشترون المشتريات الكثيرة لهذا الشهر كأنه إنما هو للأكل والشرب ولم يشعروا أنه شهر للعبادة والصيام الذي هو ترك الأكل والشرب أو التقلل من ذلك فهذا خير كثير لمن فهمه وأدركه وقدر له قدره وأما من لم ينتبه لذلك إنه يمر عليه كغيره من الشهور لا يعرفه إلا أنه شهر النوم السهر بالليل والنوم النهار وتنويع المآكل والمشارب والمحروم من حرمه الله والموفق من وفقه الله صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين